الدكتور كوغاد، نثير هذا الموضوع اليوم لأن هناك الكثير من الأخبار الصحفية تقول بأن جيسوس مدرب الهلال أن نيمار جاهز، لكن جيسوس مدرب الهلال لا يريد أن يدخل في الفريق مبكرا هو تبقى تقريبا ستة أشهر من عقدة، يريد أن يكمل الثلاثة أشهر المتبقية بعد يناير ثم يودع الهلال لأن دخولها على الهلال ربما يسوي شوية مشاكل للسيستم الذي في الفريق لكن ليس هذه القضيتي معك، سؤالي الآن لك هل نيمار أجرى العملية الجراحية ثم بدأ في التأهيل ثم عاد لإجراء تعديلات جراحية مرة أخرى على العملية؟ هذا هو سبب التأخير؟ هذا سؤال جيد، ولكن بشكل عام وطريقة معتادة هي أنه بالنسبة لهذا النوع من القرارات من الأفضل أن يرى الطبيب المريد وأن يرى بعض الصور والأهم من ذلك كله هو تجربة الركبة، كيف هي حالة الركبة؟ هذا أهم عامل وأحيانا عندما تكون المرحلة تأهلية طويلة أكثر من الضروري وأن ليس هناك استقرار جيد للركبة وليس هناك ردة فعل جيدة بين الركبة وعقل اللعب فأحيانا قد يحتاج للقيام بمراجعات التنظير المفصلي ولكن لهم من ذلك كله هو الاستماع إلى لعب كرة القدم وكذلك القيام بعملية تشخيص جيدة لحالتها وأحيانا قد يكون من أفضل القيام بعملية تنظير المفصلي حدث ذلك من قبل مرات عديدة وأنا على سبيل المثال عندما كان نيمار يلعب مع فريق باريس جيرما زرته وكان هناك مشكلة تتمثل في الإسابة لم يعرف ما إذا كان هناك حاجة لإجراء عملية جراحية له وأنا لا أفضل أن أقوم بعملية جراحية إلا بعد القيام بعملية فحص للاعب كرة القدم ثم أتخذ القرار المناسب لست أدري أن أعرفه جيدا لأنني عالجته عالجت نيمار وطبعا كنت أقوم بعلاجه وكنت متوقعا عودة طبعا وكان قادرا العودة إلى اللعب في بي أج جي بعد تعافيه ولم يكن لك أي حاجة للقيامة العامية واضح دكتور كرجعات